بستان جتسماني بستان النزاع بستان الصراع صراع شديد جدا صلاة شديدة مكثفة من شخص الرب يسوع المسيح كإنسان من خلال هذه الصلاة نرى أمانة يسوع حتى النهاية طبعا في كنيسة كل الأمم أو كنيسة الجسمانية تعتبر أو اسمها معصرة زيت فبنفسه دخل المعصرة حتى النهاية وكان أمين حتى الموت في داخل كنيسة في صخرة يقال الصخرة اللي صلى عليها يسوع المسيح كم يتأثر الشخص من خلال وجود المسيح في الساعات الأخيرة والصلاة الشديدة والصراع الشديد لكن من ناحية تانية مش بس منشوف أمانته خضوعه الكامل لإرادة الله لتكن لا إرادتي بل إرادتك نتكلم هون عن تسليم كامل عن تكريس كامل لإرادة الله كل حياته عاش أمينا وعاش خاضعا لمشيئة الآب طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله في كل إرسالة المسيح حتى الموت كان يدرك كل الإدراك أنه جاء لكي يتمم مشيئة الآب من خلال الصلاة نستطيع أن نستشف صراع المسيح كإنسان الحرارة بالصلاة شدة الصلاة قوة الصلاة كانت شديدة جدا منهمك جدا في هذه الصلاة إلى درجة قال نفسي حزينة حتى الموت إلى درجة قطرات العرق من كتر شدة الصلاة نزلت قطرات الدم وهذا بدل على الصراع الشديد طبعا في هذا البستان تذكروا معي من تلما ذكرت البستان الأول آدم فشل وسقط في الخطية هذا البستان يعتبر بستان مردود لأن المسيح انتصر على التجربة وعلم أن ساعة سلطان الظلمة قد أتت نعم إنه بستان الاختلاء أجمل مكان لما الإنسان بيكون في حضور الله المكان المحبب على قلب المسيح ولسيما في الساعات الأخيرة في هذه الصلاة دعونا ندرك محبة إلى المنتهى من أجل أصدقاء أظهر هذه المحبة من ناحية تانية التلميذ كانوا نيام جاء المسيح وسألهم ألم تقدروا أن تصهروا ساعة واحدة؟ صلوا لألا تدخلوا في تجربة وفعلا بطرس ضرب عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه والتلميذ هربوا ويهوذا جاي عن قريب عن بسلم يسوع المسيح صلوا لألا تدخلوا في تجربة هذه الصلاة أحبائي انتصر فيها يسوع المسيح وهو عالم بكل شيء اشتركوا في القناة